بريطانيا دخلت وبقوة على الخط ضد إيران وميليشياتها الموجودة في المنطقة وهذا من خلال اتفاق لم يتوقعه أحد أبداً وهذا الاتفاق هو جاء بسبب قضايا متعلقة في المفاوضات النووية تحركت على أساسها إسرائيل لأن إسرائيل شعرت بالخطر بشكل كبير والتفاصيل هذا الموضوع نشرت الول ستريت جورنل الكثير من تفاصيل المفاوضات النووية التي عادت اجتماعاتها اليوم وهناك سيناريوهات يجب أن ننتبه إليها في طبيعة ما تهدف إليه إدارة بايدن وما تهدف إليه إيران بشكل مباشر إيران قصتها بسيطة جداً كل اللي تريد إيران ارفعوا أيها الأمريكيون العقوبات كاملة ودعونا نتأكد منها وكذلك نريد ضماناً يأيتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنك لن تنسحب من الاتفاقية النووية في المستقبل مع تغير الإدارات الأمريكية ولعونا نستخدم الأمور اليورانيوم والأمور النووية التي تقدمنا بها ولكن بأجهزة الطرد المركزية اللي هي الـ IR1 بحسب الاتفاق النووي في الأمور الصناعية وغيرها ونلتزم بعدها في معاهدة اسمها معاهدة حضر الأسلحة النووية وهذه معاهدة وقعت عليها كثير من الدول ولكن هناك دول لم تصادق عليها ببساطة هذا إيران اللي تريده وستكون الأمور بخير مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الولستريت جورنال هنا المهمة بالنسبة لإدارة وايدن التي كشفتها الولستريت جورنال بين الولايات المتحدة الأمريكية الآن هدفها من هذه المفاوضات دعينا يا إيران أن نتفق الآن على اتفاق نووي مبدئي أولي أو مؤقت هو اتفاق مؤقت مع إيران ببساطة يا إيران التزمي قليلا في طبيعة تخصيب اليورانيوم اللي انت دا تسويه الآن 60% انخفضي قليلا يعني ممكن أن تنخفضي إلى 20% أو 10% بحسب هذا الاتفاق المؤقت اللي لحد الآن بنسبة 60% يجب أن ننتبه لحد الآن إيران تمتلك بحسب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية صار عندهم إنتاج 30 كيلو جرام من عملية تخصيب اليورانيوم اللي هي دا تصير بنسبة 60% نسبة كبيرة جدا 30 كيلو جرام كمية كبيرة جدا من اليورانيوم بهذه النسبة يدخل في الأمور التسليحية بشكل مباشر فبالتالي يا إيران التزمي بهذا الموضوع بهذا الشكل وسنرفع عنك بعض العقوبات اللي هي مفروضة عليك وبعدها نعود ونتفق بعد هذا الاتفاق المؤقت على اتفاق دائمي وكبير وأفضل لكل الأطراف وللجميع يرضي أوروبا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية ويرضي إيران فبالتالي هي الاتفاقية بهذه البساطة التي تبحث عنها إدارة بايدن ولكن المشكلة الحقيقية هنا بالنسبة لإسرائيل هي متعلقة بطبيعة هذه العقوبات اللي ديردوني رفعوها من ضمن هذا الاتفاق الجزئي لماذا؟ لأن دونالد ترامب أصلا في عام 2020 فرض عقوبات على 18 مصرف من المصارف الإيرانية ونطق 45 يوم لدول أوروبا بأن تنتزم على طبيعة العقوبات اللي هي مفروضة على هذه الـ 18 مصرف بأنه يجب أن تنتزم بها وإن لم تنتزم بها فإنها ستتعرض إلى عقوبات ثانوية وهي حرة في هذا الموضوع والكل التزم طبعا بهذا الموضوع فخوف طبعا الإسرائيلي من أن تتم عملية رفع عدد من المصارف العقوبات اللي مفروضة على إيران مثلا ممكن أن تكون عشر مصارف تسع مصارف أو غيرها لماذا تخاف إسرائيل من هذا التفصيل؟ هي تخاف من هذا الأمر لأنه متعلق بالميليشيات الموالية لإيران بشكل مباشر هذه المصارف ممكن أن توفر أموالا سريعة إلى حزب الله اللبناني وكذلك توفر أموالا إلى الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا إلى يوم أمس المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هناك ستين ألف عنصر للميليشيات الموالية لإيران والتي تأتمر بأمرة إيران بقيادات موجودة للحرص الثوري الإيراني دائما تدخل من العراق تأتي بطائرات مباشرة من إيران إلى الداخل الإيراني ينقلون الكثير من هذه التفاصيل المتعلقة بهم على غرب نهر الفرات وحتى على مستويات عميقة حقيقة حتى على الجولان هم موجودين بهذه الأطراف خاصة حزب الله اللبناني وبالتالي هم قلقين من هذا الأمر لأنه بالنسبة لهم هم كإسرائيلين باعتباراتهم بأن هذا يشكل خطرا كبيرا عليهم وأن الأموال اللي صرفوها من أجل ضرب حزب الله ومن أجل ضرب الميليشيات اللي موجودة في سوريا والاتفاقيات اللي يسوها مع روسيا التي ستوفر الكثير من الأموال لهذه الميليشيات وهذه بطبيعة الحال ستعطي أموالا أيضا إلى الميليشيات اللي عندنا في العراق التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون والموالية لإيران بشكل مباشر وهذه طبعا القضية أيضا القلق بالنسبة للإسرائيليين تحديدا ولماذا تحركوا على هذا الموضوع مع البريطانيين بأنهم هم قلقون بأن هذا سيفتح فرصة بالنسبة لإيران أنه خلص اتفق العالم مع إيران وهي ممكن أن تسير إلى القنبلة النووية بشكل سري وبالشكل اللي تريد لأن الإسرائيليين يعتقدون حتى لو الإيرانيين عادوا إلى الاتفاقية النووية فالإيرانيين سيستمرون في هذه العملية وسيتوجهون إلى القنبلة النووية وسيصلون إليها ممكن خلال خمسة سنوات بحسب ما قاله نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك بأن النقطة الأساسية بالنسبة للإيرانيين هم يعرفون تماما بين الإيرانيين قريبين على القنبلة النووية في ظل هذا الاتفاق المتوقع اللي ممكن أن يحدث ولكن هم يعلمون بحسب تفاصيل نشرها أحد المسؤولين الإسرائيليين الذي لم يذكر اسمه إلى جروزولم بوست مؤخرا بأنه لحد الآن عندهم مشكلة الإيرانيين يحتاجون لمدة سنتين من الآن حتى يخلونا الرؤوس النووية إذا ما صنع القنبلة النووية على الصواريخ الباليستية والمشكلة واللي يزيد الطيم بل على الإسرائيليين وحتى على الأوروبيين الآن وهذه التحركات التي نتحدث عنها بسبب تصريحات جاءت من هذا الرجل رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الرجل قال بأننا لو أردنا أن نصل إلى القنبلة النووية لو وصلنا إليها منذ فترة طويلة ولكن ليس هناك فتوى أو توجيه في هذا الموضوع لذلك نحن من التزمين ومن وصل إلى القنبلة النووية حتى لو كان هذا الرجل يبالغ فيما يقوله فحتى التقارير الإسرائيلية جروزولم بوست مثلا على سبيل المثال هي أكدت بهذا التقرير بأن إيران على بعد شهر واحد فقط من الوصول إلى القنبلة النووية وما يعقد الأمور بشكل أكبر أن المناطق والمواقع التي لحد الآن لم تعطي أي تفسيرا إليها إيران بشكل مباشر عن طبيعة طبعا هذه هي الأراضي الإيرانية وهذه هي الحدود العراقية الإيرانية أنه إيران ما فسرت قضايا فحصتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2019 هذه المواقع التي ترونها بالنقاط الحمراء يعني هذه النقطة تحديدا ترقز أباد وهذه منطقة اسمها مباركة وهذه النقطة اسمها أبدا هذه طبعا النقاط هي مناطق سرية كانت إيران تقوم بها بنشاطات نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت بأن هناك جزيئات لليورانيوم في هذه النقاط سئلوا الإيرانيين على هذه القصة تعالوا يا إيرانيين ما الذي كنتم تفعلونه في هذه النقاط وفي هذه المواقع اللي أنتم المفروض ما تخصبون بها يورانيوم أو يكون عندكم أي نشاط نووي فيها لم تجيب إيران على هذا الموضوع فالإسرائيليين همين يشوفون بأن هذه المواقع السرية التي اكتشفت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الأرشيف النووي اللي أخذوا الإسرائيليين في عام 2018 يشوفون بأن هذه ستسبب مشكلة حقيقية وأن هذه أصلا ما موجودة على طاولة المفاوضات التي تجري الآن وممكن أن تسير الأمور كما تريد إيران بهذا الاتجاه وطبعا هذه القضية هي التي دفعت وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابيد بالتحرك بشكل سريع إلى بريطانيا وإلى فرنسا المفروض هو يكون اليوم في فرنسا من أجل عقد اتفاقيات لوضع المعرقلات الكافية وضع المصاعب الكافية من أجل أن يمنعون طبيعة الاتفاقيات اللي ممكن أن توصل إليها إدارة بايدن مع إيران في ظل هذه المفاوضات اللي الإسرائيليين دي يشوفون بأنها لن تصل إلى الطريق اللي ردو وهو وقع اتفاقية مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل مع بريطانيا وتحديدا مع وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس وقعوا إياها اتفاقية لمدة عشرة سنوات فيها الكثير من التفاصيل المتعلقة بالأمن السبراني والأمور الدفاعية ليس هذا فحسب بل أنه حصل منها على تعهد في مواجهة إيران النووية وهذا ما ثبتت طبعا التاليغراف البريطانية شوف شنو اللي قالت تعهدت ليستراس البريطانية ويائر لابد الإسرائيلي بالعمل ليلة نهار لمنع النظام الإيراني من أن يصبح قوة نووية ليس هذا فحسب بل أن تايمز أوف إسرائيل أكدت أيضا بأن زيارة يائر لابد إلى بريطانيا وإلى فرنسا هي تأتي لمنع أي عملية ترفع للعقوبات على طبيعة المصارف الإيرانية التي تحدثنا عنها من أجل عدم توفير الأموال للميليشيات في المنطقة مما يسبب تهديدات بالنسبة لهم هم كإسرائيليين وهذا اللي ثبتت طبعا التايمز أوف إسرائيل أن أحد الأهداف الأساسية في اجتماعات لابد مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو ضمان استمرار العقوبات المصرفية ضد إيران قد يستغرب البعض لماذا إسرائيل تذهب إلى بريطانيا وتذهب إلى فرنسا هم قادرون سبرانيا ولديهم الـ F-35 ولديهم كل الإمكانيات لضرب المنشآت النووية الإيرانية وعرقلت إيران بشكل كبير لماذا يتوجهون لمثل هذه الاتفاقيات وكأنهم بلا قدرة على عملية المواجهة مع إيران هذا الأمر قد يبدو واضحا مع هذا الرجل الذي هو طبعا رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق هذا الرجل تحدثه بشكل واضح وقال بأن إسرائيل لم تعد تمتلك الإمكانيات الكافية إمكانياتها محدودة في توجيه ضربة مباشرة إلى إيران أو إيقاف إيران من طبيعة التقدم التي هي عليها لم تعد الأمور كما هي كانت في السابق وبالتالي الوضع مختلف بالنسبة للإسرائيليين وهذا ما قد يفسر طبيعة الاتفاق الذي تم مع بريطانيا والاتفاق الذي ممكن أن يبرم مع الفرنسيين في هذه المواجهة المدرسة